شوف نحن نكون أمينين أي مجموعة راح يكون فيها المنتخب الكويتي راح تكون مجموعة صعبة أي مجموعة الفرق الـ 18 الموجودة في التصفيات هي أفضل 18 منتخب حالياً في قارة آسيا فالمجموعة راح تكون صعبة بالإضافة لأنك أنت منتخب الكويتي مبتعد عن التصفيات مبتعد عن المباريات الكبيرة في آسيا لفترة مو قليلة فهذا الشي راح يشكل صعوبة يعني أتوقع أنها ممكن تكون أهوى نوعاً ما من باقي المجموعات بحكم أنك أنت ما عندك سفر طويل هذه نقطة مهمة ما في غير على كوريا باقي المباريات كلها في ضمن غرب آسيا فغرب آسيا دائماً يعني نحن كمنتخبات ما في تفاوت كبير منعرف نعب ضد بعض بالأحرى يعني يعني أصعب أنا مثلاً كلاعب لما كنت في منتخب سوريا لعبني ضد فريق مو عربي أهوى ما تلعبني مع فريق عربي أي أن كان يعني بالتام في صعوبة في حساسية صعبة أني أتفوق عليه بالتام في ندية يعني ندية في المباريات تتوقع كم يتوقع المركز الثالث الرابع الخامس السادس أول ثاني تتوقع أنت كمدرب عارف الكرة الكويتية شوف أنا نحن دائماً لازم نكون متفائلين الأهم من التوقع هو أن يقدم المنتخب أداء جيد أنا وجهة نظري ما بدنا نضغط على المنتخب الكويتي أنه يوصل كأس علام بشكل مباشر لكن نحاول قدر الاستطاع أن نوقف خلف المنتخب نشجع المنتخب يظهر في مستويات طيبة يحاول يحقق أوضل النتائج لأن هذا الشيء المكسب للأمام إن شاء الله أي مركز متوقع أن يحقق أنت عارف الكرة الكويتية والله ما فينك أنت كمان اليوم ما فينك بس تحكم على أي مركز تحكم على الفرق الأخرى مدى جهوزية العراق مدى جهوزية الأردن هل راح يعطوك نفس مستوى آسيا والله إذا المنتخب العراقي والأردني والكوري يعطوني نفس المستوى اللي أدوه في كأس آسيا أنت مركزك رابع خامس منطقياً أنا أتكلم في منطق أما إذا صار في بعض الأمور وفي بعض شوف المنتخب الأردن اليوم غير مدربه معناتها عندي تشانس ممكن ما يقدم نفس المستوى المنتخب العراقي ممكن يدخل له بعض الأمور يعني منتخب الكوري مستوى تقريباً شبه ثابت مهما كانت الظروف راح يكون منتخب صعب ورقم صعب في المجموعة ترجمة نانسي قنقر